لا حدش كان هيصدق اللي احنا شفناه السنة دي في مصر حاجة استثنائية بالنسبة لمنتخب الجزائر ومشجعيه بالنسبة للمشجعين المصريين طبعا مع كامل الإشادة بالأداء اللي قدموا منتخب الجزائر منتخب الجزائر هو أفضل منتخبات البطولة وهو المنتخب الذي يستحق التتويق وعلى فكرة ما فيش ما يمنع فيه ان البعض يتعاطف مع السنغال أو مع ناجيريا لا ديكورة لا ديكورة بظفر أو غندا يعني ما فيش ما يمنع جنوب أفريقيا كذبتنا في الأستاذ والجمهور سأفله وجنوب أفريقيا كان فيه ناس بتدعمها في مصر نيجيريا يعني الموضوع مش يعني ده طبيعي يعني لما يكون عندك خمسة في المية ولا سبعة في المية ولا عشر ده طبيعي ولا حتى خمسين في المية لا ما وصلتش أبدا لأكتر من النسبة اللي أنا بقول لحضرك عليها اللي احنا نتكلم فيه فيه منتخب مصر خرج وبعد خروج منتخب مصر خلاص من حقيق أي مشجع مصر إنه يشجع الفريق اللي هو عايزه ده طبيعي عايز أسألك سؤال أنه مصر برضو كان بعد غياب سنوات طويلة 2006-2008-2010 خدت ثلاث بطولات وراء بعض يعني أعوام القوة والنطج للكرة المصرية بسبب الجيل هل هذا الجيل في الجزائر قادر أيضا على تحقيق ده في المستقبل؟ فنيا بالتأكيد لكن الاستقرار اللي يحقق النتيجة دي هو ده اللي احنا ما نضمنوش يعني احنا لما نيجي نتكلم عن منتخب مصر مش بنتكلم بس أن منتخب مصر كان قوي بسبب أسماء اللاعبين لا بسبب الاستقرار اللي عاشوا اتحاده القرى المصري بسبب الاستقرار الفني تحت قيادة المعلم حسن شحاتة بسبب الاستقرار في الأندية المصرية وقتها كان الأهلي مع مانو الجوزي بيسيطر على القرى الإفرقية الزمالك كان بيتخبط لكن في النهاية كان موجود في الصورة هو منافس للأهلي دايما على القابل المحلية فبالتأكيد دي كلها عوامل ساعدت في ظهور منتخب مصر بالشكل ده منتخب الجزائر قادر طبعا أنه هو يحافظ على فرصه في أنه هو يحقق أو يقرر إنجاز منتخب مصر اللي حققه مع الكاتن حسن شحاتة لكن الحقيقة في ظروف يعني منشوف أنه بتحصل في مصر بس ما بتحصلش في أغلب الفرق العربية أو الأفريقية النوع ده من أنواع الاستقرار ونوع كمان يعني إحنا هنا في مصر اللعيبة المصريين عندهم يعني ارتباط بمنتخب مصر قوي جدا شوي عكس المنتخبات التانية يعني أعتقد إن برضو في ميزة مهمة جدا في إقامة البطولة في الصيف إن دلوقتي فيه فرصة إن اللعيبة تيجي كامل تركزها على تمثيل منتخباتها لإن زمان لما كانت البطولة بتقام في شهر يناير كنا بنوقف الدور المصري وطبعا لإن أغلب منتخب مصري من اللعبين المحليين ما كانش بيبقى فيه مشكلة لكن طبعا المحترفين كانوا بيواجهوا مشكلة بيبقى فيه قلق من خسارة أماكنهم مع الكاتنية عند يوتهم بتضغط علشان يخلصوا البطولة بدري بدري أو حتى ما يروحوش فطبعا دي كلها عوامل كانت بتأثر منتخب الجزائر دلوقتي ممكن يستغل النقطة دي لصال شكرا